لتعزيز مشروعها التوسعي في المنطقة العربية تنفذ إيران نشاطات إعلامية على الشبكات الإلكترونية من خلال عشرات المواقع التي تعمل على استهداف الدولة المعارضة لسياستها والترويج للثورة الخمينية تقرير خاص لوكالة رويترز يكشف الغطاء عن حملة للتضليل الإعلامي وساعة النطق تديرها إيران من خلال مواقع تموهية تستهدف التأثير على الرأي العام في بلدان مثل مصر والسودان وغيرهما وتشن حملات تشويه ضد السعودية وخصوصا فيما يتعلق بدورها في اليمن أهم هذه المواقع الإيرانية السودان اليوم ونائل نت أونلاين وموقع إخباري اسمه فجر غربي آخر فضلا عن عشرة مواقع تستهدف القراءة في اليمن حيث تموّل إيران ميليشيا الحوثي منذ تفجر الحرب الأهلية في البلاد عام 2015 آلية عمل هذه المواقع بحسب رويترز تتمثل في غزو السوق الإلكترونية وإنشاء قواعد إعلامية وهمية تروج لإيران وتختلق الأكاذيب عن معارضها باستخدام 16 لغة مستهدفة مستخدمي الإنترنت في الدول الأقل تطورا في العالم بعدد متابعين يتجاوز نصف مليون شهريا بحسب رويترز ورغم أن كثيرا من هذه المواقع أنشأتها إيران منذ عام 2012 إلا أن خبراء الأمن السبراني وشركات التواصل الاجتماعي لم يكتشفوها إلا في شهر آب الماضي وذلك نظرا لبراعة القائمين عليها وهم في الغالب يتبعون لأجهزة الاستخبارات الإيرانية بحسب ما أكدت وكالة الاستخبارات الأمريكية شركات فيسبوك وتويتر وجوجل سارعت إلى إغلاق بعض ما تم اكتشافه من هذه المواقع حيث أكدت فيسبوك أنها أغلقت 82 صفحة ترتبط بالحملة الإيرانية في شهر أيلول الماضي تعقيد عالم التقنيات وكثرة قنواته ومسالكه يجعل الأذرع الإلكترونية الإيرانية لا تقل خطورة عن أذرعها العسكرية ترجمة نانسي قنقر